ما الأمر يا سالم؟ ما الذي تنظر إليه؟ انظر إلى هذا الشيء الغريب يا والدي، ترى هل يوجد بداخله شيء مخيف؟ لا يا بني، إنها مجرد شرنق وبداخلها فراشة في طور العذراء عذراء؟ نعم، العذراء هي إحدى مراحل التحول التي تمر بها الفراشة خلال دورة حياتها لكنها لا تشبه الفراشة أبدا يا والدي هذا صحيح يا سالم، وذلك لأن الفراشة يتغير شكل جسمها خلال مراحل نموها المختلفة وهذا ما يسمى بالتحول سبحان الله، قد خرجت الفراشة فالفراشة تمر بتحول كامل أثناء دورة حياتها وهو يشمل أربع مراحل من البيضة إلى اليرقة ثم العذراء حتى تصل إلى حشرة مكتملة النمو آه، إذن فكل الحشرات تمر بتحول كامل أثناء دورة حياتها كلا يا سالم، يعد الفراش والنمل والنحل أمثلة على الحشرات التي تمر بالتحول الكامل لكن بعض الحشرات مثل الجنادب والصراصير والمن والعسوب تمر بتحول ناقص أو غير كامل ويشمل ثلاث مراحل فقط هي البيضة والحورية والحشرة البالغة التحول في الحشرات هو انتقال الحشرة من طور إلى آخر مختلف فيتغير شكلها عدة مرات إلى أن يصل إلى الطور البالغ والتحول يكون تغيراً كاملاً في شكل المخلوق الحي بيضة، يرقة، عذراء، حشرة مكتملة النمو أو تغيراً غير كامل بيضة، حورية، حشرة مكتملة النمو انظر يا والدي، هناك نحلة على تلك الزهرة أوه، يبدو جسمها صغيراً جداً وهل تعرف مما يتكون جسم هذه النحلة؟ نعم يا والدي، يتكون جسمها من ثلاثة أجزاء هي الرأس والصدر والبطن وهل تعرف ماذا يحتوي كل جزء من هذه الأجزاء؟ نعم، يحتوي الرأس على العيون وقرون الاستشعار ولكن، ما أهمية قرون الاستشعار؟ العيون وقرون الاستشعار هي أعضاء حسية وقرون الاستشعار تستخدمها الحشرات لللمس أو الشم أو السمع وماذا عن الصدر والبطن؟ الصدر تتصل به ستة أرجل مفصلية ويتصل به أيضاً جناحان نعم، بعض الحشرات لها جناحان كالنحل والبعوض والذباب لكن هناك حشرات لها أربع أجنيحة كالفراش واليعسوب والبعض الآخر ليس له أجنيحة مثل النمل والبق فهمت؟ وماذا عن البطن؟ هل يحتوي أي زوائد؟ لا يتصل بالبطن أي زوائد حركية وهو يحتوي على الأعضاء التناسلية لقد أصبحت تعرف الكثير عن الحشرات الآن يا سالم لكني لا أعرف كيف تتنفس الحشرات فهي ليس لها أنف، أليس كذلك؟ صحيح فالتنفس في الحشرات يكون عن طريق فتحات منتشرة على جانبي الصدر والبطن تسمى الثغورة التنفسية وهي تتصل بأنابيب دقيقة تتفرع داخل الجسم حيث يدخل الأكسوجين مباشرة إلى أنسجة الحشرة دون أن ينتقل عبر الدم ألا يوجد للحشرات جهاز دوران ينتقل فيه الأكسوجين عبر الدم؟ بلى يا سالم للحشرات جهاز دوران مفتوح لكن دوره يقتصر على نقل الغذاء والفضلات سبحان الله الذي أبدع في خلقه شكرا لك يا والدي على هذه المعلومات المفيدة العفو يا سالم والآن هل تريد أن نكمل الجولة في الحديقة لنستكشف معلومات جديدة عن عالم الحشرات؟ بالطبع يا والدي لكن دعني ألخص ما تعلمته اليوم ينقسم التحول في الحشرات إلى نوعين التحول الكامل وتمر فيه الحشرة بأربع مراحل هي البيضة اليرقة العذراء الحشرة الكاملة التحول الناقص ويضم ثلاث مراحل هي البيضة الحرية الحشرة الكاملة يتركب جسم الحشرة من الرأس والصدر والبطن جهاز الدوران في الحشرات يقتصر دوره على نقل الغذاء والفضلات ترجمة نانسي قنقل الغذاء والفضلات ترجمة نانسي قنقل الغذاء والفضلات ترجمة نانسي قنقل الغذاء والفضلات